الى ذلك هنأ عدد من اعضاء مجلس النواب دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بالذكرى التاسعة والاربعين لليوم الوطني الاماراتي كما اكدوا في تصريحات خاصة لمركز الاخبار على عمق ومتانة الروابط الاخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين اعتقد انها مناسبة تخص البحرينيين ايضا لان باعتبارنا دولتين شقيقتين يعني نتفق وندور في محيط خليجي عربي اسلامي اعتقد همومنا مشتركة خضايانا مشتركة نحيي القيادة السياسية وشعب الامارات بهذه المناسبة وانا اتمنى الازدهار والتوفيق ذكرى طيبة علينا حقيقة في البحرين مثل ما هي ذكرى طيبة على دولة الامارات الشقيقة تأسيس الاتحاد على يد المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان رجل دولة حقك كثير الامارات واحنا حقيقة يعني المستويات او العلاقات على المستويات الرسمية او الشعبية او النيابية حقيقة التنامة والتزايد واحنا حقيقة فخورين بهذه العلاقة والامارات والبحرين بلد واحد واحنا الى مزيد من التعاون سواء كان على المستوى البرلماني او المستوى التنسيقي في مملكة البحرين تربطنا العلاقات الوطيدة والمصير المشترك مع دولة الامارات ونعتبر طبعا اننا في دولة البحرين ودولة الامارات كدولة واحدة ضمن طبعا سياق مستعاون الدولة الخليجية العربية على مستوى السلطة التشريعية يوجد الكثير من التعاون والتنسيق بين دولة الامارات العربية والمتحدة ومملكة البحرين بين المجلسين سواء كان سابقا او حاليا والتنسيق في المواقف الدولية والعربية والاسلامية طبعا هذا كله بفضل توجيهات الغيادة الحكيمة في كل البلدين لعل الخطوات الكبيرة التي يمكن تشرف كل دول الخليج التي تشهدها الآن دولة الامارات طبعا نتيجة قيادة متميزة نتيجة شعب متماسك مع قيادة نقول لهم كل سنة وانتوا بخير كل عام وتتحقق لكل شعب الامارات وكل دول الخليج ما تصبوا اليه من عزة وامان ورخاء لو بني نتحدث عن الروابط الموجودة نلقاها في جميع الاصعدة لا نجدها فقط على القطاع السياسي التجاري الاقتصادي اليوم الفرحة التي تجدها في شارع البحريني بالاحتفال باليوم الوطني الاماراتي هي بالضبط نفس الفرحة التي نلقاها في الامارات في 16 ديسمبر إذن علاقة مصير واحد تجمع قيادتين تجمع شعبين تجمعنا جميعا في مصير واحد هذه طبعاً 49 سنة كانت مسيرة حافلة بالإنجازات وتجربة الامارات صراحة تجربة رائدة وتدرس على مستوى العالم ونحن كامارات عربية المتحدة شقيقة لنا نعتز ونفتخر فيها اليوم عندما نتكلم عن مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة فهي مصير واحد مشترك وهي كالعينين في الرأس الواحد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر